حين تهزم القوات الأوكرانية ومن خلفها جيوش الناتو لا يعود مستغربا كلام من نوع أننا لا نمانع التخلي عن الأراضي وأن أولويتنا هي الأمن للأراضي يصبح الكلام أكثر أهمية حين يصدر عمن قاد القوات الأوكرانية وهو الأعلم بأحوالها وخسائرها المهولة على مدى نحو عامين ونصف من الصراع تنتفي عندها قيمة الكلام المكرر إلى حد الملل عن هزيمة روسيا بغض النظر عما يقول ذلك الكلام قبل أيام رفض الرئيس الأمريكي لقاء فلاديمير زيلينسكي في بريكسل الكثير من الدول الأوروبية ضاقت ذرعا بالحرب الأوكرانية حتى فرنسا التي تكرر الكلام عن الوقوف إلى جانب كيف تعترف الآن بأنها ترسل إليها أسلحة خردة كانت ستخرج من الخدمة وبالعودة إلى هزيمة القوات الأوكرانية الصحيح القول أن الجيش الروسي هو ما يهزمها ويتقدم كل يوم على كافة المحاور فيما تستميت كيف ومن خلفها في موقف دفاعي منعدم الأفق السيد فيكتر لتوفكين ما همية كلام زوجني سيد فيكتر عن الاستداد للتخلي عن الأراضي استداد أوكرانيا لتخلي عن الأراضي خصوصا أن زوجني أكثر من يعرف حال قواته حال قوات بلاده على الجبهات دوبرو فيتر مرحبا بجميع المشاهدين والزملاء في واشنطن وفي لندن أعلن زوجني هي إشارة جيدة على أنهم بدأوا يفهمون فشل مقاومتهم وعدموا جدواها ضد الجيش الروسي وهم مستعدون الآن للانتقال إلى التفاوض وقبول الشروط الروسية بما في ذلك التنازل عن بعض الأراضي ولكن يعتقدون أن التنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا الاتحادية وخاصة فيها لهذا الحديث كان يجري عن مقاطعة خيصو وزاباروجيا وجمهوريتي دانياسك ولوغانسك الشعبيتين وهذه المقاطعات منذ زمن بعيد باتت من أراضي روسيا الاتحادية هذا ليس حل للمشكلة بالنسبة لروسيا كما الأمر بالنسبة لأوكرانيا المهم هو الأمن ضمان هذا الأمن وما الذي يمكن أن يكون ضمانا للأمن بالنسبة لروسيا فقط هذه الأراضي الأربعة نتحدث عنها أعتقد أن هذا الأمر غير كاف على الأقل روسيا يجب أن تصل أو تقطع أيضا في أربع مقاطعات أخرى هذه مقاطعات تاريخية لروسيا ولكن هذا أيضا لن يكون كافيا لأنه في حال بقيت أوكرانيا في تلك الأراضي في بعض الأراضي القريبة من الحدود الروسية فبعد عام أو اثنين أو عقدا من الزمن سيصل الناتو وسيهددون روسيا من هناك بالصواريخ ولربما حتى ستحمل التهديدات النووية لروسيا وبالتالي يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية بالنسبة لروسيا وليس فقط لأوكرانيا بل لروسيا أيضا ما هي هذه الضمانات؟ يجب الحديث في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الناتو لكي لا يحصل كما حصل في اتفاقات منسك أثنان حين تحدثنا عن استقلال دانياسك ولوغانسك أو حكم ذاتي وبعدها اتضح أن أوكرانيا كانت تستعد في كل ذلك الوقت للحرب ضد روسيا والناتو كان يستعد بشكل فاعلا أيضا بالنسبة لروسيا من غير المقبول دخول أوكرانيا إلى الناتو ويجب أن يكون هناك أعلان حياد تام لأوكرانيا والجيش الأوكراني يجب أن يتم حله ويجب أن يتم تقديم القادة للمحاكمة القادة الحاليون بنديريون الذين قاموا بإبادة الشعب الروسي على أرض أوكرانيا بما في ذلك في دانياسك ولوغانسك الجمهوريتين الشعبيتين بعد الهجوم الأوكراني الفاشل قبل نحو عام من الآن أقال فلاديمر زيلينسكي قائد الجيش زالوجني الذي يتحدث الآن وهو بات سفيرا لأوكرانيا في بريطانيا يومها دعا زالوجني إلى التعاطي بواقعية مع موازين القوى على الجبهات ومع ما أفرزه الميدان بعد إفشال الهجوم المضاد الآن هو إلى حد ما يتعاطى ويتحدث بواقعية أيضا هنا يقول أننا مستعدون لأتخلي عن الأراضي دكتور عجاج الغرب هل يتعاطى مع الواقع الذي أفرزته المواجهة منذ عامين ونصف أو أكثر من عامين ونصف حتى الآن هل يتعاطى أيضا بواقعية مع ما أفرزته هذه المواجهة طبعا الموقف الغربي يمكن أن نصفه أنه يتعاطى بواقعية من باب أن هناك أخطار حسب ما يراها الغرب من الموقف الروسي القوي وتوسعه إلى إكرانيا على اعتبار أن ذلك سيهدد دول أخرى مثل السويد وفلندا ولذلك سارعوا إلى حس فلندا والسويد على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هما لم يكن متحمسين للانضمام إنما بعد المواجهة بين أوكرانيا وروسيا وتمكن الجيش الروسي من الوصول إلى قلب العاصمة أوكرانيا كانت واشنطن هي التي تحس الغربيين ليس هذه الواقعية التي أتحدث عنها أقصد موازين القوى أوكرانيا غير قادرة على الانتصار في هذه الحرب بكل بساطة هي تفتقر إلى كل الموارد وأهم هذه الموارد هي العديد مثلا تضطر الدول الغربية إلى إرسال مقاتلين تحت عنوان شركات أمنية وهم في حقيقة الحال مرتزقة حتى الموارد الغربية غير كافية أصلا لانتصار أوكرانيا في هذه الحرب أي فرنسا تتحدث عننا نرسل خردة لأنه أصلا ليس لدينا سلاح يكفي جيشنا لنساعد أوكرانيا فيه نعم وهذا ما كنت أريد أن أتطرق إليه أن هذه الواقعية السياسية كان يرجو منها الغرب أن روسيا ستخاف بعد انضمام فنلندا والسويد وستتراجع لكن الذي حدث العكس هو أن الرئيس بوتين يعني صمم على المضي قدما في هذه الحرب وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن ما قاله هنا المهم السفير البولندي في معهد الدراسات الملكية في تشاتم هاوس وهو من أرقى المعاهد في بريطانيا وفي أوروبا عامة يؤشر على أن هناك رغبة فعلا لدى أوكرانيا بأن هذه الحرب لا تسير في الوجهة التي تريدها القيادة الإيرانية لكن السؤال الذي يطرح هنا والذي يتداوله المعنيون في بريطانيا هل تصريح السفير هو تصريح يحظى بموافقة الكيادة الأوكرانية أم أنه تعبير شخصي أنا برأيي أن هذا التساؤل في غير محله لأنه سفير يمثل بلاده ولا يمكن أن ينطق بأمور مهمة وخطيرة مثل ما قاله دون ما أن يكون حصل على موافقة من القيادة وبالتالي فإنه في حديثه قال أجرى نوع من المقارنة عندما سئل هل مستعدة أوكرانيا أن تتخلى عن أراضيها من أجل عقد سلام مع روسيا فكان جوابه أنه حالنا حال من يملك حديقة ويحتلها جاره وبالتالي فإن هذه المشكلة لا يمكن أن نحلها الآن إنما نتركها لأولادنا أن يحلوها بمعنى أن هناك لا بد من حل هذه المشكلة لكن الآن لا يمكن أن نحلها ونسلم بأن هذا التعدي من الجار سيكون موجود فيها لكن لن نعترف قانونيا بذلك إنما واقعيا ويبدو لي أنه يلمح إلى حل يشبه حل في كوريا الجنوبية يعني حيث قسمت البلد إلى قسمين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وهناك خط فاصل بينهما ولا أحد يعترف يعني من الغرب بكوريا الشمالية عفوا لا أحد يعترف من الكوريين الجنوبيين بكوريا ولا الكوريا تعترف بذلك وهذا الأمر هذا ما يريدونه أن يبقى في أوكرانيا تجميد القتال وأعطاء روسيا الأراضي التي احتلتها وبعد ذلك البحث في كيفية الحل المشكلة أن الرئيس بوتين مؤكدا أن روسيا ستقبل بهذه الصيغة بالمناسبة نعم هذا الذي قلته أن سبب الحرب أن سبب الحرب نعم أن سبب الحرب روسيا وهذا ما يدركه الغربيون إلى هذه العملية العسكرية الخاصة هو أن روسيا أيضا تبحث عن ضمانات أمنية يعني ماذا تستفيد روسيا أن توقفت الحرب على هذه الجبهات وثم انضمت أوكرانيا إلى الناتو وهذا ما يسيره الغربيون صحيح تكون روسيا نعم صحيح كلامك صحيح لم تحقق أهدافها بكل أحوال حين تفتقر أوكرانيا إلى الموارد هذا ما يدفع زووجني إلى الحديث بواقعية هو في كل أحوال تحدث بواقعية حين كان لا يزال قائدا للجيش يبقى وقود هذه الحرب الدعم الغربي وعلى رأسه الأمريكي ومنع الغرب القيادة الأوكرانية من التفكير في أي حل سلمي من التفكير في التراجع الحل الوحيد أمامكم هو الذهاب في المواجهة حتى آخر أوكراني كما تقول روسيا طيب ماذا يبقى دكتور نبيل ميخايل لواشنطن حين تصبح كيف غير قادرة على القتال ماذا يبقى للولايات المتحدة أن تعول عليه تحيير حضرتك قوضة ضف من روسيا والدكتور عجاج وأستاذ المشاهدين والمشاهدات الخيارات الاستراتيجية لواشنطن ستكون محدودة وستكون أكثر يعني محدودية لو التعبير صحيح لغويا في الأربعة شهور البقية من رئاسة بايدن وإذا حل ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض لن تكون هناك خيارات استراتيجية أمريكية لمساعدة روسيا الكونغرس لن يعطي أي أموال إلى أوكرانيا ربما يعطي أموالي لإسرائيل هذا أمر آخر لا أعتقد أن هناك أمل في أي دعم مستقبلي أمريكي لأوكرانيا لا يوجد لوبي أو جماعة ضغط تمثل أوكرانيا قد يتحدث البعض عن مخاطر سوفيتية أو مخاطر روسية لكن كلها نظريات إكاديمية لا يمكن تطبقها وقعيا في الحقيقة أنا بس عندي تعليق سريع عندما استمعت إلى حديث الدكتور عجاج عندما قال أن سيناريو الكوريتين الشمالية والجنوبية قد يطبق في أوكرانيا هذا يعني مع احترامي للدكتور عجاج هذا لن يكون الحال مع أوكرانيا أولا في الأمريكا قوات في كوريا الجنوبية يعني لا يمكن طبعا وضع قوات أمريكية في أوكرانيا هذا يعني رابع المستحيلات لكن يمكن طرح فكرة أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية هم نتاج لحرب أهلية فقد تحدث حرب أهلية في أوكرانيا وروسيا ليس لها شأن بهذا لأن مع هزيمة أوكرانيا سيبقى فيه انقسام داخل المجتمع الأوكراني وبالتالي قد فعلا أن يكون هناك تقسيم لأوكرانيا من أهل أوكرانيا بعد اخسارتهم للحرب وفي الحقيقة ده ما أشار إليه سامول هانتينجتون الأستاذ بجماعة هارفرد في كتابه سراع الحضارات عندما قال أن الحضارات قد تكون شرق ضد غرب لكن في داخل الحضارة الوحدة وأخذ أوكرانيا كمثال قد يكون هناك مثلا انقسام ما بين شرق أوكرانيا وغرب أوكرانيا فلا أعتقد أن واشنطن ستكون مهتمة لو حدست حرب أهلية داخل أوكرانيا لعودة إلى كلام زالوجني مع سيد فيكتر ليتوفكين هل نحمل هذا الكلام قيمة أكبر من قيمته الحقيقية على اعتبار أن زالوجني سبق أن دعا إلى التحدث بعفوا إلى مقاربة واقعية لحال الميدان ويومها رد عليه زيلينسكي بأن الواقعية الوحيدة هي أن ننتصر الآن هل يتحدث بلسان نفسه أم يتحدث بلسان القيادة الأوكرانية برأيكم أعتقد أن زالوجني يمثل وجهة نظره الخاصة ولربما وجهة نظر الناس الذين يفكرون بشكل سليم في أوكرانيا ولكن هناك مثل روسي يقول عصفور واحد يرتكب الكثير في الربيع وبالتالي أفكار زالوجني لا تمثل أفكار النخبة في أوكرانيا وبالتالي ما يجري الآن هو سعي لتجميد الأعمال العسكرية ولكن يجب عدم التفكير بذلك لأن روسيا لا يناسبها تجميد القتال كما سبق وتحدثت لأن تجميد الأعمال العسكرية يعني أنه في أوكرانيا سيجري تشكيل قوات ووحدات جديدة وسيحصلون على الأسلحة الجديدة وسيستأنفون الحرب ضد روسيا لصالح الولايات المتحدة وأنا لا أعتقد أنه في حالي وصل فريق ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة فإنهم سيوقفون تمويل أوكرانيا لا لن يحصل ذلك الحرب اليوم في أوكرانيا تصب في صالح الولايات المتحدة هي تعطيهم طلبات للقطاع العسكري الصناعي الأمريكي هذه ليست مجرد أسلحة جديدة سيمدون بها إلى أوكرانيا بل هي الأسلحة التي يقدمونها لأوروبا وأوروبا بدورها قدمت ما تملك من الأسلحة لأوكرانيا وبقيت من دون السلاح ولذلك سيتم تجديد المخزون العسكري الاستراتيجي الأوروبي وهذا أيضا يصب في صالح الولايات المتحدة تشيكيا وبولندا وبولغاريا ورومانيا كلهم يشترون السلاح الأمريكي ويأخذون قروضا من البنوك الأمريكية للدفع للسلاح وتدفع فوائد على هذه القروض هذا لتذكير البنوك الأمريكية فقط وهالو ماجر وبالتالي الحرب هي مهمة جدا للولايات المتحدة وتصب في صالحها كما يعتبرونها في واشنطن يريدون أفقار روسيا وأضعاف اقتصادها وتنافسيتها مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الكفاح على الهيمن العالمي لكن روسيا لا تعنيها أي هيمنة روسيا تتجه إلى حياة آمنة وسليمة وتنمية البلد وتأمين السلامة لكن الأمريكيين لديهم نظرة أخرى وأعتقد أن وجهة النظر هذه لن تسمح بإنهاء الحرب في أوكرانيا أو تجميدها أو الانتقال إلى مفاوضات وهل مجر وذلك يعني أن الحرب ستتواصل حتى عام 2025 وإلى أن تصل روسيا إلى أهداف عملياتها العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع والعشرون من فبراير من عام 2022 ألا وهو تأمين السلامة لروسيا ونزع سلاح أوكرانيا ونزع الطابع القومي المتطرف الذي يسود السلطة في أوكرانيا إرسال أسلحة خردة إلى أوكرانيا دكتور أحمد عجاج أليست وجها من أوجه النفاق الغربي مقابل الخطاب الذي يتبناه الغرب والذي يؤكد فيه أنه سيقف إلى جانب أوكرانيا حتى النهاية يعني الغرب إذا نتحدث عن الغرب هل نشمل الولايات المتحدة الأمريكية فيه إنما إذا نتحدث عن الغرب الأوروبي الدول الأوروبية هناك مشكلتان لدى أوروبا لا يمكن يعني معرفة كيف يمكن أن يحلوها أولا هناك رغبة من القيادات التي هي في السلطة بأن تستمر في دعم أوكرانيا حتى آخر يوم ممكن والنقطة الثانية أن هذه القيادات تدرك أنها تواجه أخطار داخلية يعني سياسية عبر صعود أحزاب يمينية ترى أن لا مشكلة لنا مع روسيا وأن من حق روسيا أن يكون لها حزام أمني وبالتالي يمكننا أن نتفاهم مع روسيا حول المسألة الأوكرانية ولهذا يعني تأتي هنا الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أميل إلى صديقنا في روسيا بأن ما فعلا الذي تريده أمريكا هو أن هذا النزاع لا يتوقف سواء جاء ترامب أو لم يأتي لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن انتصار روسية في هذا الحرب سيشجع الصين وسيقلل من سطوة الولايات المتحدة الأمريكية فإذا لم يقبل الروس بالخطة التي يعرضها ترامب وهي تشبه إلى ما قاله اليوم السفير البولندي في بريطانيا وهو تجميد أماكن النزاع عدم الاعتراف نعم بأوكرانيا تجميد الحرب حيث توجد القوات الروسية الآن وعدم الاعتراف بشرعية احتلالها لهذا الأرض ثم التفاوض إلى ما لا نهاية وبالتالي نحصل على ما حدث في أوكرانيا لذلك أعتقد أن أوكرانيا ستستمر فيها الحرب وهناك مصلحة فعلا أمريكية بأن لا تنتصر روسيا في هذا الحمر إلا إذا غيرت القيادة الروسية وبدأت تعطي تنازلات تخالف ما علنه الرئيس بوتين وهذا غير ممكن لأن روسيا تعتبر الحرب في أوكرانيا ليست من أجل أرض إنما من أجل الأمن الروسي والحديقة الخلفية لروسيا أن الناتو لا يمكنه أن يتواجد على أراضي قريبة من روسيا وهذا هو العنصر الأهم وهو ما ترفضه أوروبا وما يرفضه الولايات المتحدة الأمريكية أليس واقعا دكتور نبيل أن قرار دعم أوكرانيا ليس رهنا بشخص الرئيس وإنما هو مصلحة أمريكية على المدى البعيد لأن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية لمواجهة القوى الصاعدة وهي أعلنت ميزانيات واستراتيجيات لدعم إسرائيل لدعم أوكرانيا ولدعم طايوان في مواجهة الصين إذن لا يمكن فرط هذه العقد التي ربطتها الولايات المتحدة في سياق استراتيجيتها بعيدة المدى لإبقاء هيمنتها على العالم سؤال مهم إنه حتى سؤال إكاديمي لكن القضية فيما تعالق مثلا بطايوان أو الصراع العرب الإسرائيلي إن هي صراعات قديمة جدا كانت بدايتها وجزرها مع خلق نظام جديد للعلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية التانية والمنظمات الدولية التي قامت الأمم المتحدة مثلا ومجلس الأمن وجمعية العامة فشل وأخفق في حل الصراع العرب الإسرائيلي وحل النزاع الصيني الطايواني وبالتالي القضيتان مستمرتان لكن الصراع الأوكراني في الحقيقة يعني لما كل الخبراء نظروا لي توقعوا أنه يحدث بعد عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أي أيام من خائل جورباتشوف وبعدين لما حصلت أزمة بوزنا والبلقان قالوا ممكن يتجدد صراع لكن كمان كان فيه أعتقد في التسعينيات ما يعرف باسم صراع أسطول البحر الأسود واستطاع الرئيس الروسي السابق فوري سيلسن أن يحله سلميا وبعدين أوكرانيا تخلت طوعية لأنها كانت تثق بروسيا على كل ترسانتها من أسلحة نووية يعني مش عاوز أزيع الصرار أنا كنت أعرف كويس قوي قبل وفاته سبيجنيو بريجينسكي مستشار الأمن القومي السابق لرئيس كارتر وقال لي أنه هو تحدث مع الأوكرانيين وكتب لبيل كلينتون ومستشار الأمن القومي أنه هو يتخلوا روسيا سأل أسف يخلوا روسيا تقبل بأوكرانيا منزوعة السلاح النووي يعني أوكرانيا تحولت لسناتها النووية إلى روسيا يعني منتهى الثقة منتهى الثقة ما بين كييف وموسكو ما فيش تعامل أكثر هذا أمر ليس مستغربا بالمناسبة لكن المشكلة إلى أن دخل العامل الأمريكي ودخل الناتو واصبح الأوكرانيون يتحدثون عن الانضمام إلى الناتو هنا وقعت المشكلة وهي بالمناسبة نتاج قديم نتاج لانهيار الاتحاد السوفيتي والحالة غير الطبيعية التي نشأت على مستوى قيادة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نعم بس دعني أقول أن المشهد يعني اختلف في واشنطن مع انتهاء إدارة بيل كلينتون ظاهر طيار في الحزب الجمهوري وأيضا طيار في الحزب الديمقراطي يحاولان معادات روسيا يعني مثلا كان هناك جان ماكين الذي كان يتحدث على روسيا على أنها دولة عدوانية كان كمان هناك باراك أوباما كان هناك جو بايدن عندما كان نائبا للرئيس لما وجدوا السرع الجورجي ما بين روسيا وجورجيا حاولوا أن تكسب جورجيا على مصلحة روسيا لكن روسيا استطاعت أن تلقن دارس لجورجيا وأن تحافظ على سلامتها الإقليمية تريتوليا الإنتيجرتي فطيار إكاديمي سياسي حزبي يعني يفتقد إلى البصيرة الاستراتيجية الصائبة هو اللي غزى الشعور بأن روسيا عدوة وعلينا أن نجد مشاكل تورطها لكن حفظ الله روسيا استطاعت أن تتجنب تلك المشاكل والآن بعد خصائر فادحة من أوكرانيا بشرية وفي المعدات الحديث هو كيف ستستسلم أوكرانيا وليس كيف ستخسر روسيا هذا فارق استراتيجي شاسع هل صحيح سيد فيكتور لتفكن أن روسيا لن تقبل إلا بصك استسلام أوكرانيا أعتقد نعم نحن نحتاج لا نحتاج لصراع طويل الأمد ولكن يجب حل مشكلة الأمن نحتاج إلى ضمنات أمنية ويجب أن لا يكون لدى أوكرانيا قوات مسلحة على أراضيها وأن لا يكون هناك قوات أجنبية ومستشارين وخبراء أجانبها لم تجر الأمريكيون أخرجوا قواتهم من أفغانستان الأمريكيون غادروا في إتنام بمعنى أنه يجب عليهم أن يهادروا الأراضي الأوكرانية ويجب حل الجيش الأوكراني وأن يأخذوا معهم النازيون الجدد والبنديريون حين يتم ذلك فأن روسيا ستحافظ على السيطرة في أوكرانيا وحينها سنضمن أمننا ولكن بالطبع أيضا باستخدام أساليب أخرى لحماية أراضينا وتعبنا وكذلك من يعيش في أوكرانيا من الروس لكن أنتم تتحدثون عن سيناريو ليس هزيمة أوكرانيا وحدها وأنما عن سيناريو هزيمة الغرب بأكمله الغرب الجماعي يجب أن يفهم أن صراعا مع روسيا كدولة نووية سينتهي به إلى شكل مأساوي ما رأيكم دكتور أحمد عجاج معنا دقيقة ما رأيكم بهذا السيناريو هل يخاطر الغرب في الذهاب إلى مواجهة مع روسيا أم لا يسلم بالواقع أيضا تعني أنقل لك ما جاء في كتاب بوب ودورد وهو الحرب وهو من أهم المراسلين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي كشف فضيحة ووترغايت نقل عن بايدن عندما قالوا له بأنه يجب مواجهة الروس عند بداية الحرب قال أنهم يملكون أكبر ترسانة نووية وبالتالي إذا ما تتخنى بشكل مباشر فأننا سوف نتواجه بحرب قد تؤدي إلى الهلاك الجميع ولا يجب أن ننظر إلى بوتين بطريقة معينة تجعله لا يخرج من المشكلة التي فيها إلا بأن يواجه هنا مواجهة مباشرة وهذا يدل على أن أمريكا لا تريد أن تدفع روسيا إلى حرب نووية إنما تريدها أن تستنزف في حرب طويلة وهذا ما نشاهده حتى الآن ترجمة نانسي قنقر